سيديو وصلتنا البرئية من الداخلية خير الله من نجعله خير يا رطيف يا رطيف الله أكبر خير سيدي خير شو فيه؟ مصيبة مصيبة كبيرة كتير يا نوري نزدت على رأس حارة الطبع كله يا تب مصيبة؟ مصيبة شو سيدي؟ مصيبة لك أخ أخ والله كان من عيني هاي قبل هاياب وشوكات وكنت بروح بذات نفسي للبيت وبسلمك لطفية وبنتها بس شو عم يا بكامي؟ لطفية ما بدها ترجع وهي طال بالطلاق وقالت هي واما ما صعي قالت هي واما إذا بيضلعوا عيونك جوز عيونك ميجي مجمتك ما عاد يتصوف بنتك سعاد أنا بخرب الدنيا كلها فوق رأسي اللي بدي فكر تكي ووحدة يحرمني من شوف البنتي قلت لها الحكي قلت لها يا رطفية يا بنتي لملمي حالك أنت وبنتك ورجعي لجوزك وخلص فتضل مش ماء لكن سودا سودا تقول عم بيحكي مع معزايا طرشار ايه؟ شو عليه؟ خليه عند أمه لا كان ويا ريت تقلها وتخبرها إنه أبو شوكت مانو قليل حيلة وهو بيعرف كيف تخليك تعطسي البنت عطس وغس من عنيك لا تواخذي عمي ما بتتواخذ لك عمو صاحب الحق سلطان بخاطرك الله معك مع السلامة ايه؟ هلأ عليت بيناتون إن شاء الله تضطرب على رؤوسكم يا أهل حارة الضغعة من الأجهنم الحمراء وبواب الأبور السلام عليكم يا أهلين بشيخي يا أهلين بشيخ عبد العليم فضل خير خير أهو كامل شايفك مو على بعضا خير والله يا شيخي يعني بيني وبينك مزعوج من الكلام اللي قالوا أو حاتم لا أو زودات يعني بوحلوا بحقه يكون تخانر معه بيهالشكل ووصلوا لهالمرحلة بعدين الزلمة عما يقوم بواجبه ويحق إيه بقاتل صهره صدقني يا أبو كامل وما لك عليه يمين إني اللي متو علي صهر بتعرف يا شيخي حسيت لك من عيونه لأبو حاتم إنه بيكره أبو زودات كره العمى ايه كل الحارات بتكره لأبو زودات لأنه بعمره ما عمل منيحة مع حدا لا يا شيخي لا ايه كان في شي بعيونه غريب لأبو حاتم يعني لهم كله يعضوا لأبو زودات من رابطه ايه ما كان أصر ايه كمان معتز ما أصر معه يا شيخي هلا معتز شاب وعقيت وعقلاته ما بيتحملوا واحد مثل أبو زودات بس ملا مؤاخذة يعني أبو حاتم زلمة مقدار ومعتدل ما لازم كان يحبت حاله بمشكلة مع أبو زودات بعدين بينه وبينك ونا أصلا مش أكل الله يلعن الشيطان الرجيم لك وين الأهوة يا ابني؟ ماذا؟ امازيك يا ابو حاتم لا اجتماعي لا شايف لماذا كنت انه ابو حاتم؟ يا ابو حاتم بخير شوفي شوفي روسك شوفي شوفي لماذا كل العسكر جايبها معاك؟ يا ابو حاتم في أمر من القيادة بإزالة باب الحارة سلو إزالة شو مثل ما سمعت يا أبو حاتي في أمر من القيادة العليا بإزالة باب الحارة فقرأت تحكي أنت والشيخ عبد العليم مع رجال الحارة مش هم ما حدا يقاومنا ولا حتشوفوا شيء ترى ما كتير بيصر خاطركم استغفروا الله العظيم شو هالحكري مالو طعمي بشو جعزكم هذا الباب لحده بكون دعموا هاي أوامر عليا وأكتر من هيك أنا ما بقدر فيدها إشو الشغلة على كين فكوا كيف أوامر هاد الباب مبني من سنت أنست ولكن هاد الباب سترغط علينا هاد درعنا ما حدا بيسترجي شيره قبل ما يشير رأسنا هاد الحكي لا بيقدم ولا بأخير الأمر بده يتنفز ولا وبالقوة خلاص خير يا جلاب الضابط خير يا جبدة شوفي كل يومين والتاني صرع كوفي قال معهم الأمر بدخل على باب الحارة عمي أبكامي لا شو الحكي ليه شو الحكاية يا جلاب الضابط شو بدكم من الباب العجال هاد الباب طول عمره موجود هون وما أحد نزعج منه شو يا شيخ عبد العليم در بتفتح معي تحقيق كيف وليش وقيم تويل الأمر بده يتنفز وخلاصنا نحنا بنعرف عشكو تيموا باب الحارة لحتى دخلونا ضعاف ونستسلم بدون أي اعتراض وخاص نص بعد اللي دقتوا من أهل الحارة لما حصرتوا المرة الماضية مصبوط بدكم تفوتوا على الحارة أنتو عناظر كون من غير ما حدا يواعفوا بشكل أو يمانع كون ما هيك نحنا لما منقرن نفوت على مكان ما منهاب حدا ومين مكان يكون فراسة هي اللي فتحت باب الشرق كلها حارتوا تضبعك بشكل واللي ما بيعرفوا يروح يسال عنا هادول اللي شايفتوا نعينا هن أهل الحارة رجاله وشبابه وشيمة وولاده ويمكن اسمعت رأيون روح قول للي بعثوك باب حارت الضبع ما بينقام لأنه في بقى فارجال هدي أبعدهم هدي هذا قرار قيادة عليا بده يتنفس ما ننعبها يا روئه بشودة تروئ ليومي طقلك شي عرق لحمس على راسك تعرف حجمك وأساسك هلأ بيّن معدنك لمصدّي لك روئه يا جماعة روئه كلها تشغلة بسيطة وبتنحال ما عاد فيه رواء ونحن جاسين اللي بدكن ياه بدكن معركة هاي الأرض شرفوا هذا الباب بدو ينقمن محلو اللي عجبوا و اللي ما عجبوا مين اللي بدأيين باب الخارج خارجنا هاي الأرض شرفوا اتبعوا ياwhere باب خارجنا اتبعوا باب خارجنا موسيقى بسم الله شو الصوت مدري شو صاير بالحادة الله يجيرنا يا رب يا عمو يا عمو سمعنا لقواص شو بطي يكون فيه يا لطيف الطوف لك شو صاير يا رب دخيلة الطوف بحارة الدباء يا رب يا خاطر يا خاطر تعشوك من عبداء الباب في سرحة يا الله يلا يا أخي الله يوفاك دير بالك على حالك بسم الله شابع صوت الصار شو فيه ما بعرف أهلين عمي أهلين جيت خبرك إنه صهرك معتز أوس على دركي بالحارة وهرب من هون شو الحك يا عمي يعني اللباس اللي صاير بالحارة سببه معتز هيك شي بس لسه معرفت الحقيقة مضبوط رايح شوف شو صار يلا يلا رايح بعكم يلا ولي علامتي ولي علامتي على هالخبرية معتز مأوس على الدرك وحربان هاتك اللي هاتوا بسبب الفرد قلت له ميت مرة بلا ما كان يسمع مني ليش مأوس على الدرك إيه كابي شو بيعرفني شو بيعرفني هاد الشي اللي عم بيصير كبير كتير مرح يمرو على خير صغيري شغلة الباب مالطعمي المهم إنه معتز نفض على خير ما دحكي لك كلمة يا أبو كامل شي اللي عم بيصير ما بيجوز ولا بيرضي حدا شو بتطالع بإيدي يا شو يخنا الملك شايف القصة أقبل ملك اللات لا أمني شنين علينا يا أهل حاط الضبع اللي صار ما هنقن عنده منوك والحساب جاي بسيهم جوداتنا موسيقى 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 يخانني شو على كيف هون يخلعوا باب الحارة؟ إننا فكرينو على كيف هون أخذوا الباب وطلعوا فيه برات الحارة بس النصادسة ما خلصت لأمر أخي، في مؤامرة على حارتك وبا في كلام اينا صحيح لفرسا ويعفوكم لحكم الإعدام اللي طلع بيحققوهم بس مارسيو لكوليان كلام المختار مصبوط مئة من مئة ألا يا جماعة، شو دخل باب الحارة بالمؤامرة؟ هاي، والله، أنا مفتا لا يا عطي أصلا باب الحارة هو مشكلة من الأساسية مع عارة الضبع شنون يعني بحاتي؟ لما انصارت المعركة بيننا وبين الفرنساوية على الباب الحارة نحن اللي سيطرنا على المعركة ونحن اللي درناها متل ما بدنا لأنه كان في بيننا وبينهم باب أسرنا عسكار وأخذنا صعبطية ومشينا الأمور متل ما بدنا أما إذا قدوا يأخذوا الباب وما نرجعوا بالقوة معناته كشفوا سيطرنا يسلم هاتم يا بحاتي هذا الكلام الصحيح باب الحارة ما بصير مفتح إلا للأصحاب والحبايل يلي بيخافوا عليك وعلى أهل الحارة ما بصير مفتح لأعداءنا لحتى يلعبوا فيكن على كيفهم مهما كان لها في الأمر هاي قضية كبيرة كتير وانصح اللي عم بتفكر فيه بتكون هاي البداية بس والله يسترنا من العظم ايه والله يسترنا من العظم ايه والله يسترنا من العظم خراص صبحتين شو صار مع معتز؟ إن شاء الله قدر يفلف من النون ويهرب من الحارة أنا أصلا مشان أحمي معتز كتلون على الباب وغيرت كل الخطة يا أخدوه باب الحارة بدو يرجع قص منه عن رأس اللي بقول إيه واللي بقول لا بس ما يكون صر لهم شيء العساكل اللي قوص عليهم حاكم الفرنساوية بدو نحج من السماء لحتى يطقوا واحد من حارة الضباء إعدام مو معهولة حك يا جماعة مو معهولة لقا تقولوا بارتون يا جماعة تقولوا بارتون مو معهولة مو معهولة ما في شيء اللي بنحل بيزني تعالى وليه وسيعلم الذين ظلاموا أي منقلبين ينقلبون ولي صار مانو مزوط بنوب وهي مان مرضاعة على حالنا بالمرة لقا في حدا بيقعد ببيت بنا باب هيا ما عم تخط بي علي يا جماعة ما عم تخط بنوب لك ما بيكفي إنو طالعوا قرار من مدة إنو ما نسكر باب الحارة لا بالليل ولا بالنهار واليوم خلعونا يا لك روؤوا يا جماعة روؤوا هدوا حالكم مركضة بكرة ميشف لحلي مع جهات العليا وليش ما تدخلت لما كانوا الدرك موجودين بالحارة نحن شاعدين ظهرنا فيك يا أبو كامل لك أخ أخ يا أبو خاطر أخ شو يدي لك لك كانت صعبة صعبة بتير اسألة الأوادم اللي قاعدين بنقبالي كتيب كامل من الدراك مع ناصر 3-4 مقافل تعمل الداخلية قاعدين ومناس نين على وزوهنا ومعهم ضابط حامل قرار صريح وواضح بالتنفيذ الفوري لو كان بيلي يحل ويربط كلنا خدناه على جناب حكيناك لنتين وصلى الله وباناك ما سوعت وعد علي وعد الهر علي دين رجع الباب اللي أخدوه بالأمين فكسعية أبو حاتم وينو؟ ما ليش عيفوه ما بعرف يا أبو خاطر من بعد ما انفضلت هالمعمعة ما عرفت وين راح تعرفوا يا جماعة يلي عملوا معتز اليوم عجبني كتير 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 لا لا يا بشير لا هذا العقيد معتز أبو ضايل حارة إمام يرضاها ضيمة لا عني ولا علاها العرض لو بدون يقصوا ريب تقص والله معتز أدى ودود ورفعنا راسنا كل يدها هلأ المهم يا جماعة أنه نأمله لما اعتز الحماية اللازمة منخبيه بمحال يعني ما يشهم ريحته الجيل الأزرق موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة